عايزوا الحاجة على أكرم طوفي برد أكرم أكرم امتفى جدا مع شاب في كل اللي قاله أكرم هو النهاردة أنا هسأل سؤال إجابته أكرم اللي جاوبها مش أنا أي حد من جماهير الكورة أو مدير فني أو أي حد من متابع كورة القدم في الدنيا بيعايز إيه من العيب وسط الملعب عايزه يدافع عايزه يصنع إذا أمكان عايزه يسجل النهاردة الراجل دافع استعاد الكورة وأكتر لعب النادي الأهل استعادتها للكورة النهاردة عشر مرات أكتر لعب عمل تاكلينج بشكل نجح سبع مرات أكرم توفيق لو نجيب اللقطات بتاعت أكرم دي اللقطة الأبرز طبعا والتحول ونقطة التحول بالإضافة جنبها كده مساوية لها نقطة لقطة الهدف اللي تم تسجيله وبعدين تم إلغاءه عن طريق الفار حكمة الفار العظيمة دي طبعا مرأة الحديدية بتاعت موريشيوس يعني الراجل الراجل اللي هنا شال الكورة من على الخط بشكل ممتاز السيطرة في وسط الملعب اللقطة اللي جات ماشي بماشي الفريم اللي بعده اللقطة اللي كانت قبل دي اللي كان جايبها شهاب يا كريم اللقطة بتاعت استعادت للكورة فهو كان ليه دور مهم جدا 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 إنه يستعيد الكورة في الضغط العكسي وإنه يرجع الكورة للنادي الأهل فأنت كنت ناجح إنك تعمل ده بشكل ممتاز فأكتر من كورة هات اللقطة اللي فاتت هات اللقطة اللي فاتت المنزة برضو يا كريم وجيمي بيتكلم إن الاسترجاع الكورة بيتم في أقرب نقطة المرأة مزمبي اللقطة دي يا جيمي وأشهاب في منتهى الصعوبة ليه بقى إنه هو واقف وحاطت إيده وورى ظهره الطبيعي في موقف زي ده كده إنت ما تتحكمش في جسمك كله هو قادر يبعد الكورة وبرجله ويبعدها بعيد كمان عن المربع تماما يعمش في المنطقة ده بالنسبة لي يا كريم تركيز ثم تركيز ثم تركيز هات اللي بقى ماشي ماشي الفريمز عشان الوقت وبعديها وقابلها على طول اللي قطرين كانت في الشط التانية في الشط الأول كان عمل كورة استخلص الكورة قطع فهو عمل كله واجبات الدفاع استعاد الكورة استخلصها وبعدين داس على الكورة عمل الرانينج 20 متر وبعدين راح رؤية عمل الأسس رحطتها لتاو برجل الويمين شالها حارس المرمى وأخيرا كان مكافئة الله في الدقيقة 113 إنه يسجل هدف التالت للنادي الأهلي وهدف أخير أخيرا نختلف بقى مع شاب في عشر ثواني على نقطة كولر كولر أكرم توفيق هو خطأ كولر الجميل هو صلح خطأ كان مصمم يعتمد على أكرم توفيق في أربعة تلاتة تلاتة بشكل صليح كالعيب مركز ثمانية ناحية اليمين أتلوا أكرم هو كان عايزه يعمل الأدوار دي عشان استعادة الكورة ما كانش قادر يعملها فهو رجعه من المباراة اللي فاتت إنه بيلعب لأسباب إنه بيلعب مزين بيعايز يقفل اليمين والشمال للأطراف فرجعه يلعب دابل بيفوت مع كوكا وجود كوكا في عملية الخروج بالكورة حل المشكلة تماما لأن دايماً كان بيضار على اللعيب المتكامل فاللعيب المتكامل عند مرس الكولر هو مروان عطية لعيب عنده قدرة على الضغط وفي نفس الوقت خروج بالكورة فوجود النهاردة الدابل بيفوت اللي لعب به ساعد في ظهور أكرم توفيق وفي وجهة نظري طالما لعيد دافع وصنع واستعاد الكورة وسجل فهو نجم اللقاء الأول في وجهة نظري عظيم